قطع تاريخية نادرة اعتلت أرفف معرض متحف الملكة فيكتوريا وألبرت في لندن عام 2013 تحكي كل حبة منها قصة صيدها ومكانتها على مر الزمن وكان جمالها ونقاؤها يتجلى بسهولة لعين التاجر والصياد لكن هذه الميزة بدأت تتراجع اليوم مع توصل خبراء في زراعة اللؤلؤ إلى تقنيات وأساليب مكنتهم من تقليدها وصرقت السوق منها من خلال بيعها بأسعار زهيدة والمشكلة تجاوزت ذلك إلى صعوبة التفريق بينها وبين اللآلئ المزروعة وهما دفع معهد الأحجار الكريمة في مدينة بازل السويسرية إلى تعيين خبراء في علوم الأحجار الكريمة لفحص اللآلئ والتأكد من أصالتها يسألنا الزبائن هل اللؤلؤ طبيعي أو مزروع؟ وهل هو من ماء عذب أو مالح؟ هل من شأه بلح البحر أو المحار؟ ويريدون معرفة لونه وما إذا كان طبيعيا أو معالجا أو معدلا المعهد توصل إلى تقنية تسهل فحص اللؤلؤ وتمكنهم من رؤية تركيبته من الداخل وبأبعاد ثلاثية من خلال التصوير الإشعاعي هذا صندوق الأشعة السينية أجرينا فيه تعديلا ويؤدي مصدر الطاقة فيه إلى حدوث تفاعل في اللؤلؤ فإذا كان من شأه المياه العذبة ستجد لمعانا في صورته وإذا كان مصدره البحر ستبقى صورته قاتمة باحثون في قسم علوم النظم البيئية في المعهد الفيدرالي السويسري في زيوريخ قالوا إنهم تمكنوا من التوصل ولأول مرة إلى بصمة اللؤلؤ من خلال استخلاص حمضها النووي من مسحوق أخذ من ثقبها وإن تحليله سيمكنهم من معرفة المحارة التي أتت منها ومن أي بحر أو خليج الخبراء شددوا على أن إغراق الأسواق باللؤلؤ المزروع رخيص الثمن لا يؤثر على قيمة اللؤلؤ الطبيعي وإنما على العكس سيضاعف من سعره لأنه سيجعله من القطع الأثرية النادرة وسيحفظ من مكانته الرفيعة بين الأحجار الكريمة شكرا